اشتركوا في القناة لحساب تصفية مؤهلة لكأس العالم والمقارنتين في الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري جادر بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام بملعب جابوما بيدوالا بيل كاميرون على ساعة السادسة مساء على أن تلعب مواجهة العودة بملعب مصطفى تشاكير بيل بوليدا على الساعة الثامنة ليلا كشفت وزارة شباب والرياضة عن تخفيض سعر العرض النهائي لرحلة الخاصة بأنصار المنتخب الوطني إلى الكاميرون إلى مبلغ خمسون ألف دينار جزائري استجابة إلى عدد الكبير من طلبات جماهير الخضر الراغبين في التنقل إلى دولة من أجل تشجيع أشبال بالماضي في أولى مباراة الدور الفاصل المؤهل للمونديال أمام الكاميرون وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاك دعا المناصرين المتنقلين إلى كاميرون بضرورة التحلي بالروح الرياضية وإعطاء صورة جميلة عن تحضر الجماهير الجزائرية التي كانت اليوم أمام آخر أجل من أجل اقتناء تذكرة الرحلة في موضوع أخر قررت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة اليد تأجيلة فعالية طبعة الخامسة والعشرين من كأس أمام إفريقيا للرجال إلى الفترة الممتدة بين الحادي عشر والثامن عشر المقبلة بالمغرب وتم اتخاذ القرار بطلب من اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية وبتدخل من الاتحاد الدولي لكرة اليد نظرا لتزامنها مع دورة الألعاب المتوسطية المقرارات بوهران من الخامس والعشرين جوان إلى السادس والعشرين من جويلة المقبل للتذكير فإن الهيئة القرية كانت قد برمجت في وقت سابق منافسة كأس أمم إفريقيا في الثاني والعشرين جوان وإلى غاية الثاني من شهر جويلة محليا سلطت لجنة العقوبات على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة سلطت عقوبة الإيقاف لمقابلتين نافذتين على مدرب اتحاد بسكرا يوسف بوزيدي وذلك بسبب احتجاجاته المتكررة على قرارات الحكم حسب ما أفاد به الموقع الرسمي للرابطة وبالإضافة إلى هذه العقوبة التي سيمنع بموجبها بوزيدي من الدخول إلى الملعب وغرف تغيير الملابس يتعين على مدرب اتحاد بسكرا كذلك دفع غرامة مالية تقدر بثلاثين ألف دينار وفي السياق متصل سلطت أيضا نجنة الانذباط غرامة مقدرة بمائة ألف دينار مرفوقة بإندار على اتحاد بسكرا بسبب رمي جماهيره للمقذوفات في أخبار منافسة رابطة أبطال أوروبا تقام صهرة اليوم مباراة إياب الدولي ثمن نهائي بين فريق مونشستر يونيتدال إنجليزي وضيفه أتليتيكو مادريدا الإسباني على ملعب الأورترافورد وكان الفريقان قد افترق خلال مباراة الذهاب على وقع نتيجة التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة هذا وسيحتضن ملعب يوان كريف بأولندا المباراة الثانية بين آياكسا مستردام وبنفيكا البرتغالي وذلك بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة ولحساب ذات الدور يستضيف غدا فريق جيفانتيوسا الإيطالي فريق فياريال الإسباني فيما يواجه نادي ليلة الفرنسي ضيفه تشيلسي الإنجليزي تولينا دائما عدا لعب دانماركي كريستيان إيريكسن لقائمة منتخب بلاده لأول مرة بعد غياب دم ثمانية أشهر بسبب تعرضه لسكتة قلبية خلال منافسة كأس أمم أوروبا الأخيرة ويستدعى مدرب المنتخب الدانماركي كاسبر يولماند اليوم ثلثة كريستيان إيريكسن لقائمة المنتخب تحذيرا لمواجهتي هولندا والسربيا الوديتين نهاية هذا الشهر وكان طاقم الطبي قد منح إيريكسن الضوء الأخضر للعودة إلى الميادين بعد أن خضع لعملية تثبيت جهاز تنظيم نبضات القلب إلى كرة المضرب الآن حيث سيستعد لعبوات تنس السربي نوفاك جوكوفيتش المركز الأول في التصنيف العالمي للعبين المحترفين من الروسي دانيال مادفيديف بعد هزيمة هذا الأخير أمام الفرنسي جايل مونفيس وأعادت هزيمة مادفيديف أمام مونفيس في الدولة السادس عشر في بطولة إنديانا ويلز الأمريكية للتنس صدرت تصنيف إلى السربي جوكوفيتش الذي لم يشارك في بطولة كاليفورنيا بسبب رفضه التطعيمة ضد كوفيد تسعة عشر بهذا مشاهدين الفضل نكون قد وصلنا إلى ختم الورقة الرياضية لمزيد من الأخبار تابعوا مواقعنا الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة